مرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة نظام مع ضيفي وعضو هيا التدريس في جامعة الكويت الدكتور أحمد المنيس مرحباً بكم في هذا المميز نحن أسعد الدكتور بك الله يسنم إن شاء الله حلقة تكون ساخنة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الإحتان نجرمنا قبل حياك الله قبل أن نبدأ حلقتنا الساخنة لهذه الليلة خلينا من الولاي نتوقف عن هذا التقرير السريع ونبدأ إن شاء الله لكل مرحلة سياسية للكويت تجد أن تأتي تشكيلة حكومية من نمط معين لتأمل ملامح هذه الحكومة هذا تمثل الطبق البرجوازية إحنا نسمع وندري من يرفع بعض الشعارات الإصلاح من النواب هو أساس الطرفي هذا الفساد التنمية لن تنجح في وسط هذه البيئة الملوثة من تفشي الفساد من موجود البيرغراطية والتعقيدات الإدارية من وجود صراع على مصالح سياسية بحته أحد أسباب تطفيش الاستثمارات الموجودة بالكويت وهروبها إلى الخارج إن أي استثمار يكون ممنع على موقف سياسي وجود تسلط من بعض الأصوليين بين وبينك اللي أهما فعلا لفترة معينة وفي مرحلة سياسية من تاريخ الكويت كان أهما المهمين على المشهد السياسي وكان هما لهم الصوت الأعلى وتدخلوا حتى في أبسط الأمور الشخصية مع الأسف الشديد الحكومة سنة ثقافة اسمها ثقافة الخوف الخوف من اللي يحمل الصوت الأعلى من اللي يصارخ من اللي يهدد من اللي يبتز من يلعب دور مهم وأساسي في الصوتين التشريعية وأيضا التنفيذية والتنجار للنقبة الاقتصادية وفي ظل وجودهم وفي ظل هيبنتهم البرصة قاعد تتراجع عندنا ثقافة فيها فجور عندنا ثقافة مجتمع إن إذا أنت ما تتفق معي أخوم فيك تيار الوطن كان يعتقد إنه يستطيع أن يتحالف مع هؤلاء في مرحلة معينة من تاريخ السياسي من ثم يأتي ويبتعد عنهم حتى يبدأ ينادي بمطالبة خاصة أهوة وهذا التفكير مو صحيح لأن أنت قاعد تدعمه مو اللي يدعمك في هذا الأمور متى ما جاءت الفرصة لهذا التيار الأصول المتطرف ومن يحب بعض منهم من يدعي أن أنا معارض إصلاحي وهم ندري ملفاتهم مع الأسف متروسة من الفساد زي متى ما جاءتهم الفرصة رح يرتدون إلى طبيعتهم الأصلية وأرضيتهم لما طلقوا منها من بداية لو فكرهم الانقلابي المتطرر استغلال واضح في التيار الوطني انزل أنت يا تيار من خبرتكم وتجربتكم مو عارفين أن هذين غير صادقين في أطروحاتهم لأن مواقفهم تؤكد وتؤكد عدم صدقهم وتؤكد أكاذيبهم يا رجل أنا أعتقد أخطاء الحكومة ولا شيء مقابل خطايا المعارضة ومشاكلها وفسادها وخرق للقوانين أنت طالب حكومة رشيدة أخي أصبح نفسك الأول كمعارضة رشيدة يعني المعارضة التي تنطلق من مبادئ ومثاق العمل للوطني السليم الموجود في الدستور الكويتي المعارضة التي تلحم الوحدة الوطنية تدمجها ليس يطلع منها واحد يفتت الوحدة الوطنية من خلال طرح الفئة والطائفة أنا شخصيا أشعر بأن التيار الوطني حرف عنها الخط الذي نحن مؤمنين فيه تدريس في جامعة الكويت الدكتور أحمد المليس جاهز دكتور؟ نعم نبدأ حوارنا لهذه الليلة من المحور الأول سنتحدث عن تقييمك لإعداء الحكومة والمجلس في يونيو 2013 ذكرت في تصريح نحن بحاجة إلى حكومة وطنية إصلاحية ملتزمة تحمل برنامج عمل واضح قابل للتطبيق ذو حساب زمني للإنجاز لديها بوصلة تنموية حكومة الحالية اليوم في 2015 عندها بوصلة تنموية؟ الحكومة تشتهد يعني الآن سمعنا تصريح من الحكومة مؤخرا بأن هناك توجه توجهات إصلاحية جيدة لتحسين وتطوير خطة العمل الحكومية بمتناسب وتلائم مع خطة التنمية اللي احنا سمعنا عنها مؤخرا اللي هي 2015 و 2016 الحكومة رصدت أو سوف ترصد بما عادة 45 مليار دينار لتطوير مشاريع مائية حوالي 500 مشروع أو أكثر تقريبا وهذه خطوة جيدة يعني احنا نشيد فيها لكن السؤال المهم هل الحكومة قادرة على إنجاز هذا الكم الهائل من المشاريع في ظل وجود إدارة بيروقراطية مهترئة وفي ظل وجود الدورة المستندية المعقدة أنا أعتقد أمام تحديات كبيرة يعني وضع الحال أنت تشخص الأمامك يعني إحنا نسمع الآن والآن نسمع أنه عندك شبكة فساد عقودية يعني بمعنى أنه لها أشكال مختلفة من الفساد تعاني منها مؤسسات الدولة لا يمكن أن يتم الإنجاز شبكة فساد عقودية يعني بمعنى مستشرية في الدولة مستشرية مستشرية في مؤسسات الدولة وإحنا اليوم نسمع مؤخرا في الخبر اليوم نازل إنه في طلب من بعض النواب للوزراء وزير الأوقاف ووزير المالية بإحالة بعض من هو متهم بالفساد في عدة قضايا إلى النيابة العامة ما أقوله بأن في ظل هذه الأجواء الفاسدة رح يكون الأمر صعب أنا لا أقول أيضا بأن الحكومة مو قاعدة تشتهد الحكومة قاعدة تحاول تبدو الجهد لكن إحنا نتكلم عن خطة إنمائية معقدة هي مو خطة إنماء أو خطة تنمية بقالة ولا جمعية صغيرة خطة تنمية بلد هذا تحتاج وقت تحتاج جهد جبار أكتور هذا الفريق الحكومي الحالي من الوزراء الحالي هل هم قادرين على بعض الوزراء أنا بتقديري لا ولهذا السبب أنا أتمنى يعني أنه من خلال جهاز تقييم الأداء الحكومي ومن خلال توصياتهم على أن النواب أن يفعلون أدواتهم دستورية لمحاسبة المقصرين من الوزراء بعض الوزراء قاعد يبدو الجهد وبعض الآخر يعني رأينا من خلال الفترة الطويلة اللي هو كان فيها وزير يعني ما قدم شيء جديد يعني ما استطاع أن يقدم شيء لصالح المشاريع التنموية لصالح تطوير البلد في أمر ثاني مهم المشاريع التنموية إذا كانت إنشائية هذا جيد لكن اللي همنا أكثر من هذا الشيء أن يكون عندك مشاريع تخدم أيضا الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق في تطوير المجتمع يتعلق في تطوير البنية التحتية في البلد في تنويع مصادر الدخل في تعزيز الدخل القومي بمصادر أخرى غير نفطية أنت تتكلم أيضا عن مشاريع تنموية تهتم بالعنصر البشري تطوير القطاعات المختلفة في البلد القطاع الصحي والتربوي والإسكاني هذه كلها مشاريع تنموية تصوف في اتجاه صالح تنمية البلد ككل لكن القضية مش بس أن أنا أسوي لي ممنة ولا أركز على بناء جسر يعني نبحث عن مشاريع تنموية استراتيجية طموحة تخدم البلد على المدى البعيد فهذا طموح نتمنى أمانة ونعطي فرصة أخرى للحكومة أنها يتواصل ويجتهد في هذا الأمر بما تكلمنا عن الوزراء وأنت ذكرت أن بعض الوزراء غير قادرين على تحمل هذه التحديات أو على مواجهة هذه التحديات يرجعك لتصريح كان لك في يناير 2014 ذكرت أن الحكومة حالية تحمل صبغة برتقالية وبعض الوزراء كان ينتقد مرسوم الصوت الواحد بل ويحرّض ضد المجلس سمو رئيس مجلس الوزراء وقع فريسة لدائرة ضيقة من المستشارين الذين يتبعون الشخصانية في الاستشارة ويحملون أجندات خاصة برتقالين من الوزراء لا زالوا موجودين في الحكومة الحالية ولا أطلعهم يعني لما نقول برتقالي ليس مقصود فيها أنه كان يشارك في المسيرات لكن يتبنى وجهة كان ينتقد مرسوم الصوت الواحد يعني عند الصبغة أنه يتبنى وجهة نظر وهذا اللي موجودين الآن في الحكومة الحالية ولا أطلعهم يعني موجودين في تقديره طبعا ما دي شيء مواقفهم ساسية تغيرت ولا لا في حكومة الوضع الحالي لكن مثل السابق باله كان موجودين وفي بعض منهم الآن موجودين موجودين في الحكومة الحالية yani الحكومة الحالية فيها لون برتقالي فيها لون برتقالي لكن أنت حط بالك اللوحيد لازم يكون حذر هلون البرتقالي تغير الآن وتحول إلى لون الأزرق حسب الظروف وحسب المصلحة وحسب مستجدات الأمور على سبيل من المثال البعض كان يخالف الصوت الواحد بالسابق والان نشارك بالصوت الواحد نحيث الترشيح وو الانتخاب مواقف سياسية تغيرت صح ولا لا فحتى هو لا الوزراء قد يكون عندهم مواقف تغيرت في نفس التصريح ذكرت أن سمو رئيس مجلس الوزراء وقع فريسة لدائرة ضيقة من المستشارين الذين يتبعون الشخصانية في الاستشارة ويحملون أجندات شخصية بعض المستشارين الرئيس لديهم أجندات شخصية هو هذا بتقديري أنت الآن لما تسمع أن بعض الاستشارات التي تقدم لرئيس الحكومة تصب في صالح خدمة أطراف في المعارضة يعني خصوصا المعارضة اللي كانت ضد الصوت الواحد في هذا الأمر فأنت يعني ما تستبعد إطلاقا يعني يعني شوف أول واحد أنت الآن تكلمنا عن مرحلة سابقة أبو عزيز مرحلة كثير من الأشخاص ومن المنظرين اللي كان عندهم رأيي في موضوع الصوت الواحد والمراقبين السياسيين اختلفت قناعاتهم الآن مع مستجدات الأمور إذا أنا برجع وراء قبل سنتين حتى أنا عندي قناعات حتى في اتجاه المجلس على سبيل المثال الحالي اختلفت الآن وتغيرت وهذا أمر مشروع ما أقول لك لا لأن أنت تشوف أحداث قاعد تتطور تصب هذه الأحداث في صالح قناعات جديدة أنت أسات تراها في مصلحة الوطن يعني في سبيل المصلحة الوطنية فبالتالي لا نلجع قبل سنتين وتقارن بالوضع الحالي عرفت علي نحن نشوف نقارن أن هل لازالت القناعات كما هي أم تغيرت الآن ما صعب أحكم قناعات تغيرت أنا أشوف أنه في أمور تغيرت ما أتكلم عن هذا السؤال بالتحديد يعني أنا أتكلم الآن بشكل عام في بعض القناعات تغيرت لأن أنت تشوف تشوف الأحداث قاعد تتطور قد تكون هذه الأحداث لصالح المصلحة الوطنية في بعض جوانبها أنت هنا لا بد أن توقف هنا وطق بريك تقول هل أنا بجرد نفسي من أي مواقف مسبقة لصالح المصلحة العامة والمصلحة الوطنية وصحة الوطن أم أنه راح يظلم يتخذ موقف لأن أنا ضد فلان وضد علان فالواحد أيضا لا بد أن يكون موضوعي هذه القناعات أيضا هل تبدلت أو لا زالت كما هي فيما يتعلق فيما يتعلق بتصريحك أيضا لذكرته قبل سنة تقريبا بالظل بعض الوزراء في الحكومة هم عناصر وكوادر إخوانية لا في عناصر إخوانية في الحكومة الحالية في الحكومة الحالية ما زالوا موجودين ما زالوا موجودين إيه مو أنا لا أقول شيء يعني هي معروفة لا أقول شيء لا دكتور أحمد المنينيز مو صحيح العلم ميكاني يعني أنت الآن لما تقول هو شو اللي نعيب في الموضوع اللي عيب أن هذا الوزير إذا كان محسوب على تيار الإخوان يتخذ مواقف تصوف في مصلحة التنظيم السياسي على مصلحة الوطن هنا أنت الآن تحاسبه لكن إذا هو ينتمي من حيث الفكر أو من حيث يتعاطف معهم فكريا مو شط يعني يكون ملتزم معهم تنظيميا أو عضو فيهم عندهم يعني في هذا التنظيم لكن متعاطف لكن في نفس الوقت قاعد يتخذ قرارات والسياسات عامة تصوب في مصلحة الوطن ومصلحة البلد التنية يعني توقف وياه وتصف طيب راح رجعك الحين إلى تصريح قريب لكان في مارس الماضي غرت وذكرت من ساهم بإسقاط حكومة الشيخ ناصر المحمد بذريعة محاربة الفساد يمارس أسوأ صور الفساد في الحكومة الحالية بمنتهى النفاق والانتهازية وضح لي اشتغصر أكثر أنا أعطيك مثال يعني على سبيل المثال اللي نزل في ساحة الإرادة يطالب بإسقاط حكومة الشيخ ناصر المحمد البعض منهم كان يتحجج بشعارات الإصلاح ومحاربة الفساد بكل أشكال الفساد الفساد ما يحمل فقط صبغة معينة مثل ما نقولك فساد مالي الفساد قد يكون فساد أيضا إداري هؤلاء في نفس الوقت بعض منهم في ظل وجود الحكومة الحالية أيضا قاعد يستغل وضعه كقيادة في الحكومة قيادة تقصى الوزير حتى على مستوى وزير حتى على مستوى وزير من أجل عمل تعينات غير قانونية أو غير مشروعة مع الأسف الشديد بعض التعينات في هذه الحكومة الحالية يعني يعني مخالفة لضوابط العدالة الوزير منصب سياسي زائل لن يستمر حسب ظروف الحكومة حسب ظروف الورع السياسي لكن أنت لما تيب واحد قيادي في مناصب قيادية زي وتضعه في منصب معين رح يكون محسوب على الوزير القادم والمزير العقبة لمدة أربع سنوات بس أنت كان وفق القانون شو المشكلة؟ وهذا لأنا ما قاعد أقول لك بعض التعينات تأتي حسب رغبة الوزير القيادي في الوزارة يأتي لحق يعني تطلعات الوزير خلنسميها أهداف الوزير ومو شرط أن يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة الأهداف المهمة الأساسية للدولة يأتي لأن يريد أن يخدم تطلعات هذا الوزير هل وهذا السؤالي أنا ما أتكلم عن جميع الوزراء ونكون حريصين في هذا الأمر أنا أتكلم عن بعض الوزراء وبعض التعينات هل على سبيل المثال هذا القيادي يوم ما يه ورشح لهذا المنصب تقدم إلى الوزير بتصور مستقبلي لآلية تطوير أداء الوزارة شرح يسوي في هذا الوزارة ما الوزراء أساساً لمن يوم ما قدموا تصورات لا لا العفو العفو فرق من شاء الله الوزير منصب سياسي بينما هذا الوزير قد لا يستمر أربع سنوات الوزير مو منصب تنفيذي سياسي يضع سياسات عامة للدولة يساهم في هذا الأمر بينما هذا إداري منصب إداري بحت مسؤول عن تنفيذ الخطب هل تكون حالة حالتين كأنني قاعد أتعمل بس خلي أكمل لك خليك أنا هذا الشي قاعد أقول لك أنا بساعة قاعد أقول لك أنا ما أقصد الجميع زي أنا أقصد البعض الأمر الثاني هل هذا الشخص جاء على حسب خلفية التخصص مالته هل هذا التخصص أو معرفته في هذه الأمور تعكس أيضا معرفته في ميدان العمل في هذا القطاع اللي هو عين فيه أو تبوأ في هذا المنصب قد يكون لا التخصص لعلاقة لا الخبرة الإدارية لها علاقة لا المعرفة في هذه الأمور لها علاقة لأنه هو منصب تنفيذي بحت مش سياسي ثم تضع في هذا المنصب لأنه كل ما في الأمر أن هذا الشخص مقرب من الوزير وكل ما في الأمر أن هذا محسوب على الوزير ومتعتبرت هذا كشف الراس وذكرت في تغريده لك باختصار التعينات في المناصب الحكومية الأخيرة كشفت الراس وأصبحت حديث الدواوين زمن لم نعود نعرف فيه الصادق من الكاذب والمخلص من المناصب بالضبط بالضبط لأنه أنت في النهاية أنت ترفع شعار الإصلاح لازم في النهاية تنفذ هذا الشعار على أرض الواقع وتكون أنت قدوة ومثال له ولهذا السبب أعتقد أن موضوع الوزراء يعينون الوظائف القيادية وليست الإشرافية طبعا أن الوظائف إشرافية لا ضوابط ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الوزارة لكن الوظائف القيادية لا بد أن يكون فيه جهاز مركزي لتعييم القيادين يتبع لديوان الخدمة المدنية يتلقى جميع المرشحين ويتم المفاضلة على معايير علمية وعملية وموضوعية المعرفة الخبرة التجربة في الميدان للعمل واختيار الأفضل والأنسب ويكون في تنسيق مع الوزير لأن كتيب الأفضل في هذا المنصب لكن الوضع الحالي لا هذا حبيبي هذا محسوب عليه هذا من دوانية تعاليب وحطة في هذا المنصب هذا تقييمك للحكومة وخلينا ننتقل إلى الضفة الأخرى مجلس الأمة كيف يقيم الدكتور أحمد المنييس مجلس الأمة الحالي؟ مجلس الأمة يعني مثل ما قلتك الواحد تتغير قناعته كل مجلس أمة لا إيجابياته ولا سلبياته وحتى هذا المجلس المجلس أنجز وخلينا نكون أيضا يعني موضوعيين في هذا الأمر وأهم إنجاز أنا أشوفه القانون الخاص في حق المواطن بالطعن على القوانين أمام المحكمة الدستورية هذا يعتبر مفخر للكويت ومفخر للعملية السياسية والتطور الديمقراطي بالكويت موضوع أيضا معالجة القضية الإسكانية هذه خطوة للأمام يعني أنت الآن لما تأتي الحكومة ومخلال وزيرة وبالتنسيق مع مجلس الأمة اللي لعب دور مهم في هذا الأمر وتقوم بتوزيع 12 وحدة إسكانية وتنخفض أسعار العقار هذا تصف في مصلحة الوطن وللصالح العام هذا يعتبر أيضا إنجاز عند القانون جهاز تعيين القيادين أو عفوا قانون تعيين المراقبين الماليين الماليين هذا أيضا يصوف في مصلحة الرقابة المالية على الدولة طبعا غير بعض لجان التحقيق اللي أنا أشوفها إنها قاعدة تشتهد وتقوم بدور وهذا مهم في سبيل خدمة الإصلاح مثل قانون أو مثل عفوا اللجنة التحقيق حول مخالفات الحيازات الزراعية اللجنة التحقيق الخاصة في موضوع التحولات والإداعات المالية وإحنا سمعنا الآن مؤخرا إن أكثر من 25 نائب احتمال يتم إحالتهم إلى النيابة العامة أو إلى هيئة مكافحة الفساد طيب هذه كلها خطوات للأمام شون ما نشيد عليها شون ما ندفع نحو إنه يتم اتخاذ خطوات مشابهة في المستقبل هذا مو مجلس مثالي بس عطني مجلس مثالي أمه مثالي كل مجلس لا بد إنه فيه إيجابياته وسلبياته لكن إن أنا أتخذ هذا المجلس قاعد يتعرض حسب مناصرين هذا المجلس إلى هجوم قد يكون فاق المجالس السابقة من قبل خصوم هذا المجلس ترى هذا الهجوم مبرر؟ لا فيه هجوم مبرر فيه هجوم غير موضوعي أنا قاعد أقول لك هو مو مجلس مثالي بس إحنا نفهم ونعرف إنه في بعض الناس المعارضين لهذا المجلس عندهم مواقف مسبقة منه لعدة أسباب يعني يا محسوبين على معارضة الأغلبية المطلة لا عندهم موقف من رئيس المجلس في بعض منهم مثلا على سبيل المثال عند وجهة نظر في موضوع الصوت الواحد عموما يعني يعني سواء كان هذا المجلس هذا أو المجلس اللي قبله بس في نهاية الأمر أنت لما تسمع حق الانتقادات لازم تجرد نفسك يعني من أي انحياز مسبق وتكون موضوعي وتشوف هل هذا الانتقاد في محلة أو لا طيب أكثر من يحاربون رموز التيار الوطني هم من داخل التيار الوطني نفسه أعضاء هذا التيار ليس هناك فكر ونهج يجمعهم تجمعهم مصالح خاصة يعملون لأجل تحقيقها ولو على حساب مبادئ التيار الوطني رح نتكلم عن المصالح الخاصة في التيار الوطني بعد دقيقة ونص إن شاء الله فاصل قصير منه حسنا كرام لازال حوارنا مستمر مع عضو هيا تدريس في جامعة الكويت الدكتور أحمد المنيز دكتور قبل الفاصل تحدثنا عن تقييمك لأداء مجلس الأمة وتقييمك لأداء الحكومة في الفاصل الثاني ودي أفتح معاك ملف التيار الوطني وإنت أحد المنتمين لهذا التيار في تصريح سابق لك في مارس 2014 اشتكرت أن أكثر من يحاربون رموز التيار الوطني هم من داخل التيار الوطني نفسه أعضاء هذا التيار ليس هناك فكر ونهج يجمعهم تجمعهم مصالح خاصة يعملون لأجل تحقيقها ولو على حساب مبادئ التيار الوطني وكذلك من أسباب التفكك الصراع على الزعامة بعد مرور سنة من هذا التصريح كيف تقييمك لواقع التيار الوطني اليوم التيار للحين مفكك بلا شك التيار الوطني في الستينات والسبعينات كان يهيمن عليه ويشرف عليه لأنه هو النخبة البرجوازية المستنيرة وكانت هي القوة الأساسية في الحراك السياسي والثقافي وكان التيار الوطني تقريبا هو اللي كان بارز في قضية يعني التوجيه وأيضا في قضية إبداء الرأي والمعارضة لسياسات الحكومة والآن الوضع اختلف الآن أنت تتكلم عن تغير في التركيبة الاجتماعية بالكويت أنت تتحدث عن صعود فئات وشرائح جديدة في المجتمع الكويتي مرجعيتها أيضا الفكر التيار الوطني والدستور الكويتي والدولة المدنية هؤلاء عندهم تطلعات هؤلاء عندهم أيضا آليات للعمل السياسي تختلف عن مكونات التيار الوطني الأخرى هذه خلقت حالة من الاستقطابات داخل التيار الوطني افترض أن العمل تطور لا مو جذي السالفة أنت الآن لما يكون عندك صراع بين المكونات على آليات العمل السياسي عندك مثلا تغير في بعض المواقف اتجاه القضايا يصبح عندك استفافات اتجاه بعض الأمور هنا رح يخلق هذا الخلاف بين مكونات التيار الوطني أنت تتكلم عن وضع طبيعي لأي تيار سياسي عندما يمه لكن اللي قاعد يصير داخل الكويت أن التيارات السياسية تعاني من أمراض ومشاكل وشروخ داخل البنية بنية التنظيم نفسه أنت ذكرت موضوع الزعمات على سبيل المثال أنا ذكرت ما أنت ذكرته ايه يعني الكلام التغريد أنت ذكرته هو كلام صحيح أنه من أسباب التفقق الصراع على الزعمات ايه لأنه مع الأسف الشديد كوادر التيار الوطني أو مكونات التيار الوطني ما تلتف حول برنامج سياسي تلتف حول زعمات الزعيم هو عند الرأي هو اللي يوجه هو اللي يقول كلمته وفي معظم الأحيان هذه الزعمات تريد أن تجير هذا التيار أو هذه مكونات التيار الوطني لصالح خدمتها هذا الكلام قاعد يقولون دكتور أبناء التيار الوطني ضد التيارات الإسلامية أو التيارات الدينية لكنهم يقولون بالعكس احنا تيارات ديمقراطية نؤمن بالعمل الديمقراطي وعندنا انتخابات والعملية ما لها علاقة بالولاء للزعامة لا لا مصحيح واذا قاعد أقول لك وفي تفقق الآن في تفقق التيارات الوطنية ما تنتقى على كل الأمور يا رجل في أطراف مهمة في التيارات الوطنية في التيار الوطني بالتحديد يحط إيده بإيد القوة السياسية المناهضة للديمقراطية قوة معروف لها بمواقف سابقة إنها ضد الحريات العامة هذا ما رح تخلق داخل التيارات الوطنية نوع من التمزق والتفكك بسبب هذا الأمر ليش ما ترى الأمر من زاوية أخرى بقضية وطنية أي أن كانت القضية تلاقت فيها هذه التيارات الإسلامية والديمقراطية الوطنية والدينية مع بعض من أجل هذه القضية تحديدا نحن متفقين على هذه القضية في النهاية هذا العمل السياسي وشنو القضية هذه اللي رح يجعل التيار الوطني يلتقي مع بعض التيارات أو بعض القوة أو الأطراف المناهضة للديمقراطية إذا ما كانت القضية الأساسية المهمة هي الحريات العامة والدفاع عن الدستور الكويتي ما هم عندهم مواقف أساسا ضد الدستور المجلس المطل الأول بعض هذه الأطراف ما كان عندهم رغبة تعديل المادة الثانية وتقييد الحريات العامة أنا شنو ألتقوا إياهم وأقول هذه المؤمنين بالديمقراطية بس هم ملتقوا في هالجزئية معاهم هم أرضون في هالجزئية لكن اتقوا معاهم في جزئات أخرى عزيزي هو المشكلة مو هذا المشكلة بأن زعامات لمكونات التيار الوطني تريد أن تستأثر على القيادة وتريد أن تحقق تكسب الشعبي برضى القواعد وتريد أن تكسب الشعبي لا لا مو صحيح هالكلام ودريعة ذلك أنه فيه شقاقات فيه ناس قدوا مستقالات ومطلعوا مو برضى كل الكوادر واللي قاعد يحدث الآن أن الأطراف الأخرى أطراف المعارضة بعض منهم أتكلم عن الكل هذين يحملون أجندات خاصة فيما يتعلق بتعزيز تقلهم السياسي داخل المجتمع إحنا كتيارات وطنية يفترض فينا أن نفرز ونفهم ونعرف أن هذا مع الديمقراطية مع حرية الرأي مع حقوق الإنسان أمضد ما أمشي عميانوية ليش؟ لأن أنا ما أريد أن أعزز ثقل السياسي ووزنه داخل المجتمع الكويتي عبر الدعم وعبر مساندة طيب أنت لما كنت تتكلم عن من يقود التيار الوطني ذكرت أن أغلبهم في تسريح سابق أغلبهم فاقدون للمصداقية أمام قواعدهم ولا يملكون أجدات واضحة لتعزيز قوة تيارهم ونشر فكرة بين فئات المجتمع وبالطب فأنا فاقد شيء لا يمكن أن يعطي أغلب من يقود التيار الوطني فاقد للمصداقية من يقود طيب أنا قلت أغلبهم يعني في منهم ناس صادقين في ناس جيدين بس الأغلبية فاقدين للمصداقية حسب تعبيرهم هذا تقدير وتقييمي بس هذا التقييم والتقدير قد يختلف وتغير حسب مسجدات الأمور حسب التطور الذي يحدث في التيار الوطني حسب ظهور رموز وطنية صادقة و جادة بعملية الإصلاح لكن تلازل ترى أن التيار الوطني حتى اليوم مفكك الأسباب التي ذكرتها قبل قليل لكن سيد الأمين العام الجديد للتحالف الوطني الديمقراطي سيد بشار الصائر كان معنا في البرنامج قبل أسابيع معدودة ويعني أرجع سبب تراجع التيار الوطني لسبب أو لآخر بالقول أن التيار الوطني تعرف له الزهات لكن الأجواء في الكويت كانت مسمومة هذه الأجواء التيار الوطني لا يمكن يعمل فيها صوت العقل يضيع والتيار الوطني يصبح في أضعف حالاته لأنه لا أحد يبي يسمع الكلام الصحيح والقضايا التي تصدلها التيار الوطني تنجح الدوار الخمس المرأة لدعاة المقاطعة الأولى هذا التيار تاريخ وموجود وله دور العيب ليس في التيار الوطني ولا في قيادات التيار الوطني التي أغلذها حسب كلامك فاقد المصداقية العيب كانت في الأجواء المسمومة التي ذكرها سيد بشار الصائر هي وجهة نظرة نحترمها ونقدرها بس أنا عندي رأي آخر هو صحيح أن التيار الوطني لعب دوره مهم وأساسي في قضية الدوار الخمسة لكن أيضا لا نهذم مواقف القوة السياسية الأخرى التي ساهمت أيضا في موضوع الدوار الخمس يمكن أبرز دور قام في التيار الوطني وبشكل جاد وكان خطوات فعلا موضوعية وعملية قضية المرأة حقوق المرأة السياسية اللي كان لها موقف واضح في هذا الأمر لكن موضوع ولي توافق معه أيضا التيارات اللي أنت تسميهم حسب تعذيرك التيارات الظلامية لا لا تفقوا معهم لا لا موضوع حقوق المرأة السياسية كان لهم موقف مخالف بالبداية كانوا ضد هذا الحق إطلاقيا بسبب البداية لكن لما أصبح أمر واقع وجاء برغبة أميرية حق المرأة السياسي هي برغبة أميرية جاء هذا الحق جاء هذا الحق لن أقصد الشاهد توافقوا حتى في موضوع الدوار السياسية أيضا توافقوا توافقوا من أي ناحية هم تفقوا على الاستفادة من حق صوت المرأة وحق السياسي من أجل تحقيق إنجازات انتخابية هذا أمر مشروع ما أقول لك لا لكن لو تقول لي من حيث المبدأ لا التيار الوطن كان عنده مبدأ واضح إنه مع حق المرأة السياسي بينما التيارات والقوة السياسية الأخرى اللي هي مناهضة لهذا الحق أعلنت موقفها وقالت لا إحنا مو مع حق المرأة السياسية طيب بمعنى تكلمنا قبل شوية عن التحالف الوطني وذكرنا تصريح لسيد بشار الصايق أنت في تصريح سابق قبل عام ذكرت أن التحالف الوطني تفكك هو الآخر وابتعد عنه كثير من رموزه وأصبح ملكا لنخبة معينة تملك التحالف وتديره التحالف الوطني أيضا تفكك؟ طبعا هو الوضع قبل سنة بالنسبة لي كانت قراءة هذا الأمر واليوم؟ وإحنا ما أقدر أحكم عليه أمانة يعني ما أقدر ما عندي التفاصيل الدقيقة اللي أنا ممكن من خلالها أقول لك أقيم التحالف إذا تفكه ولكن أنا أقول لك التحالف الوطني ما عاد مثل التحالف أيام أول يعني وضع اختلف تماما وفعلا هو التحالف يعني يقاد من قبل مجموعة ونخبة وهذا حقهم هذا حق مشروع وصول أمانة عامة جديدة شابة إلى التحالف الوطني ما ترى هذا أمر إيجابي؟ بالعكس أمر إيجابي أتمنى لهم التوفيق بس هذا الأمر أيضا ترى مو بس التحالف حتى المنبر الديمقراطي على سبيل المثال المنبر الديمقراطي الآن مثل المنبر الديمقراطي قبل مرسوم الصوت الواحد خمش تكلمت عن المنبر خلينا نفتح معاك ملف المنبر الديمقراطي وذكرت أنت المنبر لم يعد له ذاك الحضور الإعلامي السابق ولم نعد نلمس له من التفاعل مع الأحداث المنبر خفت حضوره خفت البريق وقلسه وقلسه رضيه اليوم شلون ترى المنبر الديمقراطي؟ والله المنبر الديمقراطي يعني تنظيم سياسي يعني يرغب بموضوع الإصلاح السياسي عنده مشروع وطني يريد أن يحققه وهذا حق أيضا ما أقدر أحكم على قيادات وأمانة المنبر الجديدة لأنها أمانة جديدة الآن إلا من خلال الأداء الأمانات تتغير وبالتالي قد تتغير أيضا يعني بعض القرارات التي تتخذها الأمانة وبعض الأمور عندهم ثوابت ما أقول لك لا يعني منقوفهم الآن من مرسوم الصوت الواحد ثابت هو مقاطعة هذا المرسوم انتخابا وترشيحا هذا اللي نعرفه عنهم خلينا من الأمانة العامة الجديدة أنا مثل ما ذكرت بأنه ما تقدر تقيم الأمانة العامة الجديدة أنا توفي بداية عملها لكن بشكل العام المنبر اليوم نفس المنبر بالأمس؟ أنت تقولي إحلي شونا قيم لمiosis المنبر اليوم خلينا الأمانة العامة الجديدة الأمانة العامة الجديدة أنت تفسر الله سابت بشكل عام طبعا مين يعد قيم الأمانة العامة ناعد تكلّب على المنبر بشكل عام قلت لك بساعة منبر اليوم مو مثل منبر أمس منبر اليوم مو مثل منبر سام Chandler Mneus الله يرحمه ودكتور أحمد الخطيب لمopard كان هو متصدر المكتب السياسي والأمانة العامة وعبدالله النباري الله يذكرون بالخير وطول بعمارهم المنبر تغير المنبر تغير تماما لكن سيد عبدالله نيباري لا زال موجود ويقود بالنبر بشكل أو بآخر ما أدري عادي يقود هو عند رأيي بالتحديد بالتأكيد في المكتب السياسي بحكمه حسب معلوماته وعضو في المكتب السياسي لكن أيضا نتكلم عن القيادات التي كانت مؤثرة في توجه المنبر الديمقراطي والتي كانت تلعب دور مهم وحضور قوي لهذا المنبر في الساحة السياسية وأيضا في الساحة الشعبية هذه تغيرت فبالتالي منبر اليوم تخيخ تلقى المنبر لأن بحكم تغيرت القيادات تغيرت الخطاب السياسي تغير في المنبر لا عاد مثل الخطاب السابق توجهات المنبر نحو بعض المواقف مثل موضوع مرسوم الصوت الواحد أثر على تركيبة المنبر لأن بعض منهم كان عنده وجهة نظر مخالفة لهم وقدم استقالته منهم أنا ومجموع من الشباب هذا بلا شك كان له دور سلبي على المنبر لكن البركة بالشباب أنت ذكرت على طاري الاستقالة التي قدمتها أنك تعرفت لحرب شعواء لكي لا أنجح وللأسف من بعض التيارات السياسية القريبة مني وبالتحديد المنبر نيران كانت صديقة ولكن وقت الانتخابات لم تكن صديقة حاربك المنبر الديمقراطي وأنت أبن المنبر الديمقراطي المعلومات التي لديها تقول هي المحاربة لا كانت بشكل رسمي وموية الأمان العامة وقالت نبي نسقط أحمد منيس لا أتكلم عناصر داخل المنبر حرب شعواء قاعد أقول لك عناصر داخل المنبر عناصر داخل المنبر يعني كوادر من المنبر اشتغلوا هو في النهاية عمل سياسي وعمل انتخابي وترى أنهم اشتغلوا أو هذه الحرب شعواء اللي قادها بعض عناصر المنبر الديمقراطي ضدك عمل سياسي مشروع هو شوف مدام أنه صارت وهذا الحرب تمت وفقا لي يعني أسس العمل السياسي اللي أنا ودي أطلق عليها يعني البعيدة عن التجريح البعيدة عن الخصومة الشخصية اللي ما فيها مساس يعني بمعنى أن أنا أضرب مرشح أشنع عنه افتراءات وأدلس وأقول كلام بحقه مو صحيح هذا أمر مرفوض وهذا ما صار معاك ما أقول لك ما صار صار يعني صار من بعض منهم بس أنت تدري أنت تعامل مع بشر يعني يعني أنت تعتقد أن كوادر المنبر كلهم ناس متمكنين بالعمل السياسي والعمل التنظيمي لكن تهني في هذا التصريح تحديدا دكتور أنت ما كنت تتحدث عن بعض المنتمين للتيار للمنبر يعني يعني ذكرت من بعض التيارات السياسية القريبة مني وبالتحديد المنبر إيه طيب أنت تتحدث عن المنبر وليس عن بعض المنتمين الذين قد يمثلوا وجهة نظر شخصية طيب هذا قعد أقول لك منهم المنبر وبعض المنتمين من المنبر عزيزي كوادر المنبر متفاوتين بالخبرة والتجربة بالأعمار وبعض منهم فهمهم حق العمل التنظيم والسياسي محدود وطريقتهم في التعامل مع الآخرين قاصرة بحكم قلة هذه الخبرة وهذا أمر مغريب يعني أنت عشان تطور بالعمل السياسي أو حتى بالعمل النقابي يبيلك وقت من الممارسة والخبرة والتجربة لكن إذا هذه الممارسات التي كانت تحدث تحت مرس أو حدثت تحت مرأة ومسمع من المنبر الديمقراطي ولم يتخذ المنبر الديمقراطي موقف هل هذا قبول من المنبر الديمقراطي لتلك الممارسات ضد أحمد البنيس وهل أنا أقدر أحكم أن تتخذ تتخذ معلومات أنا تتكلم هل المنبر اتخذ موقف أم لا بشكل رسمي هل أنا عندي معلومات لا ما عندي أنا عرف أن هذين تحركوا وهذين يبحثون عن المنبر وهذين أحد كوادر المنبر اشتغلوا بهذه الطريقة هل هذا بعد صار بتعليمات من المنبر أو بتوجيهات ما عندي معلومات هل تعتبر أنت خصم للمنبر الديمقراطي في الفترة الأخيرة دكتور كخصم شنو سياسي تقصيد خصم لهم سياسي تنظيمي منبري ما دري انتخابي هل تعتبر هل تصنف نفسك خصم أو هل هم يصنفونك خصم للمنبر الديمقراطي ما أشوف أن أنا خصم هل عندك خلاف شخصي مع المنبر الديمقراطي عندي خلاف شخصي نعم يعني كلام السيد عادل فوزان الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي في اللقاءة تلفزيوني سابق ذكر أن أحمد لمنيس لديه موضوع شخصي مع المنبر الديمقراطي لا أنا ما عندي موضوع أنا معهم بس أهم من ناحية إيه وفعلا هو المشكلة لأنه إنه في بعض منهم متخذ مني موقف شخصي وهذا حقه على خلفية الديوان وخلفية مرسوم الصوت الواحد والكلام اللي طلع يعني شنع بدي بخصوص أن أنا مع الأسف الشيء هذا مو صحيح أن أنا طردتهم وهذا كلام مو صحيح لأنه بيان الاستقالة اللي أنا أعلنته في خصوص الديوان واضح طيب إنه الديوان عفو بس أتكلم عنه قبل الأسف لا لا بتكلم عن الديوان أكثر لكن خليني أرجعك بالذاكرة نعم الفيديو رح أحطه لك الحين نشوفه ونكمل بعدين موضوع الديوان نشوف الفيديو إذا جاهز هناك ضيق من العمل الديمقراطي وهناك من يدفع الأمور لتأزيم الأمر لتنتهي التجربة الديمقراطية بارة أخرى سيد الرئيس البعض يرى بضيق إنه لا يستطيع أن يعايش ويعتاش من الحياة هذه إلا في أوضاعا لا دمقراطية وأنا أقولها بكل أمان وصدق ومحبا للجميع ما لنا أمان ولا لنا استقرار إلا في ظل هذه الديمقراطية وشكرا سيد الرئيس مرحوم الوالد سامي النجيس رحمة الله ذكرت في تصريح سابق أتأسف على تخويني شخصيا وصفوني أنني أخليت برسالة الوالد رحمه الله بالخروج عن الإطار الوطني الذي كان يتبنى وقد سمعت كلاما جارحا مسني بشكل شخصي تيار الوطني خونوك وأخرجوك عن الإطار الوطني وأنك أخليت برسالة الوالد هذا الكلام اللي يرددونه وداما أسمع من بعض منهم ومع الأسف الشديد هذا الكلام فيه تجني وفيه افتراء وغير صحيح إطلاقا موضوع الديوان عشان أرجع للمرة ثانية موضوع الديوان بالتحديد كان الخلاف حول موضوع مرسوم الصوت الواحد هذا المرسوم اختلفوا حول مدى دستوريته ومدى شرعيته وكان فيه تحرك بسبب موقف المنبر الرسمي من داخل الديوان بإبداء الرأي بشكل حدي من خلال الندوات من خلال استضافة بعض الرموز من خلال وهذا بحكم أن الديوان هو مقر للمنبر الديمقراطي فأنا أعلنت في بيان استقالتي كان مسببة لأكثر من السبب طبعا من ضمنهم موضوع مرسوم الصوت الواحد أنا بتقديري إن هذا حق لصاحب السم الأمير وبما إن فيه خلاف حول هذا الأمر من بعض كوادر المنبر اللي هم بعدين قدموا استقالتهم وكانت استقالة جماعية معهم إن إحنا معهم مرسوم الصوت الواحد فشعرت إن فيه تفكك داخل الديوان حول هذا الأمر وكان من باب أولى والأفضل للمحافظة على كيان هذا الديوان وتماسكه بإنه يتوقف الأنشطة المنبر الديمقراطي في داخل هذا الديوان حتى لا يصبح هذا منطلق لي يعني انشقاقات وخلافات وتتحول إلى نوع من الحدية بالإسلوب وبالطرح فأنا كتابت في الاستقالة إن الديوان يستمر في نشاط الاجتماعي ويستمر في لقائه ويستمر بتواجد روادة لكن الإخوة كان عندهم رأي آخر الديوان يستمر بوجود المنبر وكان هذا موقفي إن أنا رفضت هذا الأمر لكن مايت وقتلهم وحقرت عليهم أتكلم الآن عن الديوان وقتلهم يا جماعة عن هذه الإنشطة المؤيد واللي رافق بس أنت كيف تتعاطى مع الديوان دكتور هل تتعاطى مع الديوان إنه هو ديوانك أم هو جزء من المنبر هو خناية مسؤول عننا الديوان مسؤول حتى من ناحية القانونية مسؤول إذا صار فيه تجاوزات داخل الديوان يا رجل في ساحة الإرادة في خطاب كيف عبثا قالوا كلام ما ينقال وذكرت ألفاظ بحق شخصيات عامة ما تذكر طيب هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان راح يصير في الديوان منيز وإنت شعرفك أنا كنت في الديوان وكل شيء لازم أنا عرفه أعلن عنه كان في ظل الاجتماعات وتواجد بعض الشباب كنت أسمع كلام كنت أرفضه وكان كلام محفوف بين اللي قاعدين وكنت ما أيده فالنفس التصعيده كان موجود والرغبة كان موجود أحيان أنتظر لما تحول هذا الأمر إلى علني أنتظر لما تأتي الكاميرات والصحافة وتصور هذا الأمر عندي بالديوان صحيح في نهاية الأمر من المساء القانونيا في هذا الديوان القشة التي قسمت ظهر البعير فيما يخص موضوع ديوان لمنيز كانت اجتماع مغلق ضم بعض أعضاء المنبر الديمقراطي مع بعض أعضاء الحركة الدستورية من دون علم الدكتور أحمد لمنيز بعد ما دريت أنت بهذا الاجتماع المغلق اتخذت قرار إغلاق الديوان صحيح لا لا أبدا إطلاقا ما لدي علاقة كنت أعرف حتى من زمان كانت تحدث اجتماعات مع رموز من قوة السياسية الأخرى داخل الديوان وكان أنا عندي علم بس كان النفس التصعيدي والحدية في الطرح والتطرف في الفكر واللي فعلا كان يخوفني لأنه كان في رغبة حقيقية بأن الديوان يستخدم للمواجهة يعني أحد كنت أخشى على اسم سامي المنيس وكنت أخشى على اسم مرحوم سامي المنيس وأخشى على الديوان وأخشى على المقر وفعلا يعني حدثي أصاب لأن شنو صار عقوبها شوف ساحات الإرادة صار فيها شوف مساحة المسيرات اللي تمت وصارت صار عقوبة حسب كلام البعض أنك ساهمت دكتور من خلال هذا القرار الفردي اللي اتخذته بإغلاق ديوان المنيس اللي يعتبر أحد أبرز معاقل المنبر الديمقراطي أنت ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بتعزيز حالة التفكك وحالة الانقسام الداخل داخل المنبر الديمقراطي أنت ساهمت يمكن هذه الخطوة يعني أثرت بلى شك بس أنا أعتقد اللي مو ساهم يعني موضوع إنه إيقاف الأنشطة بالديوان بقدر اتخاذ الموقف السياسي اللي أنا شفته سليم في اتجاه تأييد مرسوم الصوت الواحد اللي أعتقد هذا خلق نوع من الانشقاق داخل الديوان وكان وأمه وأنت يتعززت الانشقاق من خلال إغلاق ديوان المنائس شوف إغلاق الديوان هذا كلمة غير مناسبة إطلاقا لم أطلب ولم أسعي إلى إغلاق الديوان لكن إيقاف إنشطة المنبر الديمقراطي داخل الديوان الديوان مفتوح لرواده وللحين أعضاء في المنبر يوني وزوروني داء الديوان ناس متفهمين هذا الأمر وعارفين موقفي من موضوع الاستقالة ومقدرين وبالعكس ناس مأيدين لأنه كان عندهم موقف أنك أنا مفروض إحنا كتيار وطني ما نضع يدنا بيد التيارات المناهضة للديمقراطية للحريات العامة والتيارات التي كانت اتخذت مواقف حدية ومتطرفة في موضوع الصوت الواحد فهذا ما يعني كان قرارك بروحك ولا كان معاك مجموعة لا قراري قرارك بروحك استقالة كان جماعية لا مولا استقالة موضوع الديوان فيما يخص موضوع رفع يد المنبر الديمقراطي يعني أن الديوان كان قرار أحمد المنيس اتخذت القرار المناسب بس هذا القرار اللي أنا اتخذته بعد يعني دراسة عميقة وبعد ما يعني حاولت تفهم الوضع بشكل دقيق وبشكل حذر أيضا يعني أنا ما كان قرار عشوائي ومن دفع لا يعني الأمور أمامي قاعدة تتطور للأسوأ و للأسوأ و للأسوأ وبالتالي أنت غير نادم على هذا القرار اللي اتخذت قبل طلاقا ما تزعجك دكتور بصراحة مقارنتك المستمرة من قبل خصومك سواء في التعار الوطني أو خارج التعار الوطني مع الوالد رحمة الله عليه مقارنة مستمرة يعني ما ليه علاقة وبعدين سامي منيس الله يرحمه ما يتقارن تبص صراحة يعني حتى لو هذا الأمر ما صار مستحيل أقدر أقارن نفسي مع سامي منيس ولا أي أحد يقدر أقارن نفسه مع سامي منيس سامي منيس الله يرحمه هذه شخصية وطنية سياسية مميزة بقيمها بخبرتها بفهمها للأمور فهذه مقارنة غير منصفة وغير عادلة مع أي شخص كان لكن بعض الناس يحاول يلبس نفسه عباءة سامي منيس حتى يسوق نفسه شعبيا ويكسب انتخابيا أو يتكسب انتخابيا هذه مكشوفة للكل يعني أنا معروف عن دكتور أحمد المنيس سعد صدر وتقبل لكل الآراء بما نتكلم بصراحة عن هذا الموضوع خليني أنا أستحضر هنا تغريدة لأن نائب السابق الفاضل صالح الملة الذي ذكر بما نتكلم عن المرحوم أحمد المنيس وأنا أنقل كلامك نصا كما هو أحمد المنيس ابن العم سامي المنيس لكن الله خلق وفرق الخلاف اللي بينك وبين النائب السابق الفاضل صالح الملة خلاف شخصي خلاف تنظيمي خلاف على ماذا أن تصل يعني أن يصل الخلاف بينكم على تويتر بهذه الحدية أبو عزيز مو كل كلام ينقال عني يرد عليه هذه واحدة أنا برأيي برنامج هذا ثمين ووقته قيم كلامه ما يستحق حتى الرد عليه كيف خليه يقول لي ليه هو حر الناس أمامهم الناس قاعدة تشاهد وتراقب وتحكم فما يعني ما عندي تعليق أمانة طيب ما عنك تعليق على الجزئية بس راح أروح على الجزئية ثاني تتعلق بقضية التوزير طلع كلام قبل فترة فيما يتعلق باحتمالية تسريب اسم الدكتور أحمد المنيس لتوزيره في الحكومة الحالية طبعا أيضا علق سيد صالح الملة على هذا الموضوع أنا يمكن لأن الكلام يتعلق بسمو الشيخ جابر المبارك فما كان الاحترام وتقدير لشخصه فما راح أقدر أني أذكر هذا الكلام لأنه كان كلام قاسي لكن أكثر من تصد لخبر احتمالية توزيرك كان صالح الملة هو بس على الموضوع يعني هو تصد حتى في الحملة الانتخابية لما رشحت أنا أنت الآن تأكد المعلومات اللي أنا قاعد أقول لك إنه في ناس يعني كانوا ماخذين مني موقف يعني شون السبب يعني السؤال البديل سألوا صالح لا أنت يعني تعليك أسبابك شوف أنا حتى لو عندي أسباب ما راح أقولها في التلفزيون الخلاف اللي بيني وبين صالح مو بخلاف شخصي صالح مو خلاف شخصي أنا شخصي ما أشوف الخلاف شخصي أنا من ناحيتي أنا ما أدري عنه أهوة أنا ما أدري عنه أهوة يعني بس من ناحيتي ما عندي خلاف شخصي ما شعندي صالح الملة رشح نفسه ونزل الانتخابات في من ديوان ونطلق من ديوان مرحوم سامن صالح الملة بشهادة كل اللي قاعدين أول ما أرغب أو أبدأ رغبتها بإنه يرشح نفسه في داخل الديوان أنا دعمته ودفعت باسمه صالح ما عندي مشكلة معاه إطلاقه من ناحية الشخصية أنا يهمني في نهاية الأمر المصلحة الوطنية يعني هو عنده مشكلة معاك سألوه أنا لا تسألني سألوه أنتو سألوه صالح أنت عندك مشكلة مع أحمد بن ييس خلوه لي جاوب وأنا بس أنا أكلمك عني أنا موقفي تجاه صالح ما عندي مشكلة شخصية معاه إطلاقا وليش يكون عندي مشكلة شخصية أساسا معاه عنده وجهات نظر سياسية ناحيتي يقدر يقولها باسلوب ذرب يعني بعيد عن أنه يخطئ أو السفاف والسلوب هذا ما تعتبره ذرب لكن أنت رديت في أحد التغريداتك وذكرت أنه خبر توزيري أصاب البعض بلوثة عقلية جعلته ينعق بكلمات التجريح النابية التي تعكس حجم انحدارها الأخلاقي أترفع عن الانحدار إلى مستواه الهاتف أي واحد يقولها ما تقصد صالح الملة؟ أي واحد إذا هو صالح عند نفسه قال كلام ينسجم مع الكلام أو هذه التغريدة فهو محسوب فأنت تقصد صالح الملة وآخرين أي أحد أنا أقصد أي شخص تصدى لموضوع التوزير وهذا طبعا مو من حق أن يتصدى يعني تظل هذه حسب رغبة صاحب السمو الأمير وحسب تقدير رئيس الحكومة وأنا أقدر هذه الثقة الغالية لكن أبرز من تصدى لكن من تصدى بإسفاف وبتجريح وبمساس هذه التغريدة تقصده هنا بعض يعني يأخذ عليك دكتور عادة أنت معروف عنك هدوءك وتنتقي عباراتك بدقة هذه التغريدة كانت قاسية بعض الشيء يعني لوث عقلية ينعق انحدار أخلاقي مستوى هابط خرشت عن المألوف يبدو أن الهجمة اللي كانت في هذا الموضوع كانت يعني مؤلمة باستخدام بعض العبارات اللي خلت الدكتور أحمد المنيس يخرج عن لباقته ويخرج عن المألوف لا لا أبدا بالعكس يعني هي كلها مصطلحات يعني متداولة كل من يستخدمها يعني إذا واحد مثلا تشوف واحد ينعق تقول مصطلح هذا عادي لما تقول كلمة ينعق تبدال ما تقصد أحد باسمه هاي كلام عام لما تقول واحد ينعق يعني يقول كلام ويهلوس فيه عرفت عليه هذه كلمة يعني كل من يستخدمها في حال إذا أنت تقصد هذا المعنى بالتحديد ومن تصدولك في موضوع التوزير لما تشوف تصرف وسلوك مشين ومن تصدولك في موضوع التوزير يعانون من انحدار أخلاقي ويهلوسون اي اي بس متى ابو انت لازم تكون أيضا دقيق في هذا الوصف تقصد من تصدى بأسلوب مبتذل بإسفاف بتجريع يعني بإثارة الإشعات والإفتراءات تعتبر تصدي النائب السابق الفاضل صالح الملة كان نقد موضوعي أم غير موضوعي الكلام اللي قاله اللي انت ما حابت تقوله بخصوص اللي انت تعرفه وانا ما قدرت أقوله يعني فيه مساس ليسموشي طبعا ما كان بالعكس ما كان إطلاقا موضوعي ولا فيه واحد موضوعي يقول كلامنا النوع بحق رئيس الحكومة هذه بروحة كانت يعني أنا استغربت أني طلعت مني أمانته أحد الصحف على موضوع التوزير تسائلت مصادر عن أسباب ترشيح اسم المرشح الدكتور أحمد المنيس إلى وسائل الإعلام دون غيره من المرشحين للتشكيل الحكومية الجديدة هذا التسريب أثار شكوكا ما أجبر المنيس على رفض الدخول في التشكيل الحكومية وهو أمر يشير إلى أن التسريب كان هدفه منع المنيس من الدخول في التشكيل دون غيره من المرشحين والذين لم تعرف وسائل الإعلام إلا قبل 24 ساعة من أداء القسم كان هناك تعمد لتسريب اسمك لضربك من قبل خصومك وبالتالي قطع الطريق أمامك للوصول إلى المنصب الحكومي يعني صعب أقيم هذا الأمر وأجزم فيه ما أدري اسمك الوحيد حسب كلام هذه الصحيحة هو الاسم طبعا وهو اللي كانت وهو اللي تداول أكثر وصار على لغة أكثر شكوكا عزيز الموقف الآن تخته بالديوان واستقالته من المنظر وتأييده للصوت الواحد هذه خلقت تداعيات بلا شك وخلقت أيضا عندي خصومات سياسية زين بعض منها مع الأسف تحولت إلى شخصية زين ما نقدر إحنا يعني ما أقدر أفتح معهم جبهات لأن الأمر ما يستحق إطلاقا قضية التوزير هذه قضية وأمر بيد صاحب السم الأمين ورئيس الحكومة بلى شك الآن للآن قاعدين يدلسون قاعدين يوصلون افتراءات وكذب وإشاعات خالبة ومغرضة للمراجع العليا إيه طبعا ويتحدثون عن القيم والمبادئ وتغريرة دل دربة من تقصد دل دربة شون عايدي دل دربة أي شخص يعني يعرف نفسه إذا هو قاعد يتصرف هذا التصرف ما أذكر أسمائي وصلت لك شنو هذه الإشاعات اللي قاعد يوصلونها عنك أي أشكال وألوان أقول إشاعات لو بترد على كل إشاعات مرة تخلص ذكرت في يعني على موضوع فكرة التوزير كنت أتحدث عن فكرة التوزير فوجئت بمكالمة قيل لي فيها نريد استقرارا بين السلطتين وأنت بالنسبة لبعض نواب المجلس عنصر تأزين فاتخذت القرار المناسب لإمتحاد صحيح الكلام؟ هذا اللي صار فعلا اتصال ياك من الحكومة؟ من طرف من الحكومة؟ يعني دل ما رح أزلك عن اسم لا لا ولا حتى مفروض تسألنا إذا كان الحكومة أو لا طرف مؤثر شخص يعني سياسية معروفة طلب مني قال لي ترى أنت ورعك كذا كذا كنت لا يبقى أشوف يعني خصومك مش فقط في المنبر خصومك أيضا في المجلس الحال هو أشوف خصوم سياسيين بحكم انتماء إلى التيار الوطني أو تبني للفكر المدني وارد هذا أمر وارد فعلا يعني هذا يعني خصومك من حيث الجانب فكريا يعني خصومك فكريا يمكن ما يبوني أن أكون موجود هل في أسباب أخرى أو خصوم مدفوعين وبإعاز من أطراف أو قوة سياسية قريبة من التيار الوطني وارد أيضا لكن في نهاية الأمر حكيت لي بانا بيدور المصلحة الوطنية أنتو توكم الآن مجلس جديد وحكومة جديدة يهمني الاستقرار السياسي فآثرت أنك أنت فآثرت أن أنا أبتعد وإنت في نفس الوقت يعني أنت لما تبتعد في سبيل خدمة هذه المصلحة العامة والمصلحة الوطنية فإنت قاعدت أيضا أيضا قاعدت تأدي دور مهم يعني في موضوع الاستقرار بين السلطتين وهذا الشيء بالنسبة لي في حين وفي وقت مهم طبعا كما اتهمك البعض بأنك من خلال قرار إغلاق ديوان المنيس أو سحبة من مظلة المنبر الديمقراطي أيضا اتهمت من قبل بعض المنتمي للتيار الوطني والمنبر الديمقراطي بأنك أيضا ساهمت بمزيد من الانشقاق من خلال القضية التي رفعتها في موضوع تصفية جريدة الطليعة أبي أسمع تعليقك على هذا الكلام بعد دقيقة ثلاثين ثانية فاصل قصير ونهود بحيك يا الله مشاهد الكرام لا زال حوارنا الساخن واستمر مع عضو هي التدريس في جامعة الكويت الدكتور أحمد المنيس قبل الفاصل كنا نتحدث عن الدكتور أحمد المنيس والتيار الوطني وعلاقتك بالمنبر الديمقراطي خلافك الغير شخصي يمكن مع النائب السابق الفاضل صالح الملة وتحدثنا عن قضايا أخرى كثيرة موضوع ديوان ديوان سامي المنيس ديوان مرحوم سامي المنيس أنت دكتور اتخذت قرار فردي بسحبه من تحت مظلة المنبر الديمقراطي وفتحته للعمل الاجتماعي البعض اعتبرنا هذا القرار الفردي ساهم في الشرخ الحاصل داخل المنبر الديمقراطي لكن البعض يقول أنك أنت لم تكتفي فقط بهذه الخطوة أقدمت على خطوة أخرى من خلال أحد أبرز المعاقل الأخرى للمنبر الديمقراطي أو التيار الوطني بشكل عام وهي جريدة الطليعة وطالت بتصفية جريدة الطليعة لماذا؟ طبعا موضوع الطليعة هو الآن أمام القضاء العادل النزي ووصل إلى محكمة التمييز فما أقدر أتخذ في التفاصيل هذا ما يجوز لكن على أي حال هو بشكل عام هذا رأي ورثه مو رأي آنه في وقته والطليعة كانت في مرحلة تمارس دورها الصحيح أيام مرحوم سام منيز ثم انقطعت فترة أو 4 أو 5 سنوات وإذا هي مشروع عمل وطن المفروض ما كانت انقطع عن العمل وتوقفت وبعد ذلك حدثت بعض التداعيات كان عند الوراثة رأيه بأنه يعني يعني أنه يتم اتخاذ موقف واضح ومحدد من موضوع الطليعة إذا احنا حرصين على يعني على مستقبل هذه المجلة بحكم أننا احنا شركاء متوفر تنهي هذه المجلة شوان حرص لا احنا أقول لك في مرحلة زين لكن اللي حدث فيما بعد بسبب التوقف وبسبب عدم إصدار مدد يعني 4 أو 5 سنوات تذكر 4 سنوات تغريبا وتوقفها عن أداة دورها كمشروع عمل وطني حدثت تداعيات كيف أقول لك صار في تطورات معينة وإحنا كشركاء في هذه المجلة آثرنا الابتعاد عنها ومن هنا وصلنا إلى القضاء العادل وهذا لا يعيب إطلاقا بالعكس يعني أنا حتى الشركاء الآخرين يعني استمرت علاقته وياها ممتازة ما رح تساهم في زيادة السخط على الدكتور رحمد النيس من قبل المنتمين للمنبر الديمقراطي هذا يحور هم حرين بعد إذا موضوع الدوان ما أعجبهم موضوع الطليع ما أعجبهم هم حرين ما أقدر أنا يبعد واتخذ مواقف حسب توجيهاتهم أهمة هم هذين بالنسبة لهم موقف أو رأي أو سمى سخط إذا تبي هذا الشيء راجع لهم في نهاية الأمر لكن اللي بقوله دليل على أن هذا الموضوع الطليعة لما وصلت إلى المحكمة مش موضوع شخصي الطليعة القضير 2008 الديوان استمر صالح المل رشح نفسه من خلال الديوان الندوات المنبر استمرت في خلال الديوان العم العزيز عبدالله النباري يعني الديوان وقدم ندوات عنده في الديوان ورموز من المنبر كانوا يتواجدون في الديوان مستمر أنا أقصد أن الموضوع اللجوء إلى القضاء العادل لحسب الأمر هذا المفروض يرضي جميع الأطراف لأن القضاء رح يقولك للمتاة النهاية أنت مو عندك إذا في خلاف مع أحد من الجهة المناسبة لأنت تنجأ لها أو تروح لها على أساس تنصفك وتنصف الآخرين القضاء هذا أنت ذكرت أن الموضوع وصل للتمييز والأمر وصل للتمييز وبالتالي نحن نقول أن القضاء يقول كلمتها في هذا الأمر فما دبي ليس أعلانين وهذا المستغرب منه إذا أنت تبعث عن حقك والآخرين بحثون عن حقهم ما حقه ما تلجون للقضاء عشان يحسب هذا الأمر إذا الإخوان يلجون للقضاء لحسب الأمر وذير يظلون أخوان أحدهم أنا ما بي أفتح الموضوع أكثر أتشعر فيه لأن أنت تقول لي ما تبي تتكلم في التفاصيل لكنهم عندهم مبرراتهم أن تم استغلال اسم المرحوم سامي الأمنيس من خلال الرخصة التي هي باسمها في النهاية من قبل تنظيميا من قبل من قبلك وآخرين والاستحواذ على جريد لا مو صحيح الكلام شوف عزيزي الرخصة التي كانت باسم المرحوم سامي دشت في إطار الشركة الورثة تنازلوا عنها إذا كان موضوع الورثة تنازلوا عنها وصارت في إطار الشركة هذا الكلام كله مو صحيح مو صحيح إطلاقا وأنا قعد أقول لك أنت إذا بغيت تضرب بواحد بأسلوب التضليل والتدليس والافتراءات وإحنا شفنا مواقف كثيرة من هذا الأمر مع رموز معروفة وطنية وسياسية رح تلجأ لأي وسيلة سيئة غير مشروعة وهذه أحد الوسائل مع الأسف اللي قاعد يروجونها الآن اللي ضربت إلا أن أضرب بافتراءات وكذب وتدليس تم الافتراء عليك في موضوع جريدة الطليعة كثير طيب خلينا نضع نقطة وفي النهاية أقول لك شغلة إذا كلامهم صح القضاء رح يقول هذا صح إذا كلامهم خطأ القضاء رح يقول خطأ لكن إلى أن يقول قضاء كلمته وحتى لو كانت كلمة القضاء على سبيل المفرامة الفرضية بتصويت جريد طليعة هذا رح يساهم أكثر وأكثر بزيادة السخط على الدكتور أحمد لنريس يعني لياك في موقف مسبق وضدك وهو يساخط خالص جاهز مناطر الشارع بيسخط لو تسوي لش لو تفرش الأرض ورد طيب خلينا نضع نقطة على الموضوع بس بشكل سريع بما أنا قاعد أتكلم مع الدكتور أحمد لمنيز قبل ما أنتقل إلى المحور الأخير موضوع المسار المستقل أنت قدمت استقالتك دكتور من المسار المستقل في لقاء تلفزيوني في أبريل الماضي ذكرت أو انتقت كثرة التيارات السياسية وتفريخها المستمر وقلت بعضها أنشئ لحسابات خاصة لتحقيق طموح شخصي أو رد اعتبار المسار المستقل أين هو من هذه التقسيمات المسار هو تنظيم سياسي يشرف عليه رموز وطنية الحقيقة الأخ علي الراشد اعتز بصداقته واعتز بخوته وإنسان الحقيقة يعني إنسان وطني من طراز الأول يعني رجل مخلص ولا وكفات جريئة وشجاعة مع السلطة مع استقرار البلد وهو يعني من الشخصيات اللي يعني من من قيادات التيار المستقل طرح في نقاش معه برنامج أو برنامج التيار المستقل وفكر التيار والأمور هذه كلها ولقيتها قريب مني قريب من توجهاتي ومن فكري من فلم أمانع ومضويت انضويت تحت هذا التيار ولم يمر سنة حتى بعد الاستقرار لأنه موقفي ثابت أنا قلت حق الأخوة في التيار المستقل لا نريد أن نكرر خطأ المنبر الدموقراطي في موضوع مقاطعة الانتخابات أنا كان عندي رأي واضح بأن لا أقاطع الانتخابات هذا حق مشروع دستوري ما أحد يقدر يسلبها مني فإذا أنا عضو في المكتب السياسي في التيار المستقل وعضو في هذا التيار لابد أن ألتزم تنظيميا وأخلاقيا بقرار التيار المستقل فما قدرت ما كان الأجدى منك دكتور أن تقدم استقالتك من المكتب السياسي وتبقي على عضويتك في المسار المستقل إلى أن تنتهي موضوع الانتخابات التكملية هذا قرار كان يطبق على جميع عضاء التيار المستقل وكذلك أنا واضح في هذا الأمر يعني كان عندي استفسار وسألت قالوا لي لا المقاطعة المقاطعة الانتخابات بعدها أقول لك شغل لحظة عفوا بس دعو أنت عضو في المكتب السياسي فمعنات القرار كان جاهز ولا تناقشته في القرار لا صار فيه نقاش لا لا بالتأكيد صار فيه نقاش في الأمر وما قدرت أنت ما كان هناك قبول هذا حقهم ما فيه شيء بالعكس يعني استقبلوا برحابة صدر وحتى أنا لما قدمت استقالتي كانت ردودهم جدا طيبة عكس تيارات أخرى يعني تيارات أخرى وكل ألمبهر إن زين وكان موقفهم الحقيقة يعني موقف رائع للأمانة وللآن يعني فيه اتصال فيه تواصل على مستوى العلاقة الشخصية ما بالعكس طيب ما رح ترجع المسار المستقل لا لا خلاص صفحة أيضا وطويتها يعني فهذه مرحلة انتهت لها ظروفة طيب خليلنا ننتقل فيما تبقى لي من الوقت إلى المحور الأخير ونتكلم عن الوضع السياسي وتقييمك لبعض التيارات السياسية الأخرى أنت ذكرت بشكل عام أن الوضع السياسي خلط بيطة بالصلصة الأغلبية ضرب لايح بينهم الليبرال بجانب الإسلاميين تيار حكومي أصبح معارض باختصار شرح لي شوي الصورة الخلط بيطة هذه اللي بالصلصة أكثر يعني هو صار في خلط أوراق يعني يعني تكتشف أن بعض التيارات السياسية حط ريل مع المعارضة لأن المصلحة الآن الحالية ومصلحتها الخاصة تستدعي هذا الأمر ويريل أخرى مع أطراف السلطة لأن الوضع أيضا يستدعي هذا الأمر فبعض من يرفع شعارات الإصلاح ويدعي أنه هو جاء للتنمية وإصلاح البلد ومحاربة الفساد هو أساسا جزء من شبكة هذا الفساد عبر مواقف المتضاربة والتبدل للحدث في هذه القناعات بدون مبررات ما تعتبر هذا أمر مشروع لك أنت في بداية الحلقة ذكرت أن هناك قناعات تتبدل وبالتالي قد قناعات ما أيضا تبدلت بالضبط القناعات تتبدل إذا وجدت أنا شخصيا أن المبررات موضوعية ومنطقية هما وجدت المبررات موضوعية يعني الثوابت ما تتبدل يعني أنا ما أقول لك عندي موقف واضح من محاربة الفساد ومع الإصلاح هذا أمر ثابت صح ولا لا لكن ما أقول لك هذا الشي ولكن أكتشف أن أنا عندي تصرفات تدفع نحو الفساد تحارب الإصلاح هذا مو تبدل هذا تلون هذا التلون أبي أدمجه مع الجنون في تصريح سابق ذكرت فيه لا نريد معارضة تمارس الجنون السياسي لتصبح مجرد ظاهرة صوتية وتلجأ دوما إلى الفضايات لتوزيع التهم والتخوين من أجل تحقيق مصالح شخصية ولا نريد معارضة فذلكة والبطولات الجوفاء بعد هذا التصريح كان في 2013 في 2014 لما نسألت عن هذا التصريح الذي كان في 2013 هل كنت تقصد التكتل الشعبي؟ أجبت نعم بعض عناصر التكتل الشعبي يعيشون على التكسب الشعبي لقد غرروا بقواعدهم خاصة أن الشباب شجعوهم على الخروج في عدة مسيرات والآن تخلوا عنهم في عز أزمتهم وتركوهم يواجهون مصيرهم أمام القضاء ولقد وعي الشباب هذه الحقيقة التكتل الشعبي كان يمارس جنون سياسي وفذلكة وبطولات جوفاء وجعوذة؟ هو صحيح الآن أنت ما تكلم فقط عن التكتل الآن أتكلم عن جميع القوى السياسية المنضوية تحت الأغلبية المطلة في بينهم خلافات حادة في بينهم صراعات لأن ما جمحهم أساسا ليست ثوابت ليست برنامج سياسي واجتماعي ولا ثقافي ولا مبادئ واضحة ثابتة في خلاف حاد بينهم في صراع على الزعمات في صباق وتسابق نحو يعني الاستئثار بالقيادة وتسجيل نقاط على حساب الزعمات الأخرى أو القيادات الأخرى هذه كلها انعكست على واقعهم الآن زي الكلام الذي أنت قاعد أقوله 2013 أثبت الأيام حاليا إنه صحيح لأن من يجتمع بس شاهدنا الآن النائب السابق الفاضل مسلم براك في السجن تقعد تقول أن هم تخلوا عن قواعدهم وخلوا الشراب يواجهون مصيرهم لكن قاعد نشوف أحد أبرز الشخصيات في التكتل الشعبي نعم مسلم براك صحيح لكن وبرك الله فك عوقة مسلم براك هو يعني كان عنده أو اتخذ تصرف أو فيها نوع حسب طبعا رأي القانونيين بأنه تكلم عن في خطابه طبعا كفى عبثا أوكي يعني هذا الأمر اللي قاله في خطاب كفى عبثا هذا أدى فيه للسجن أوكي أنت فهم شخص دانا لكن أنا أتكلم عن مواقف أخرى في بعض الأحيان الشباب لما يكون مغرر فيه لأن طبيعة الشباب مع الأسف العمل السياسي ما أتكلم عن كل الشباب البعض منهم يلتف حول زعامة مرات يوصل معاه إلى تقديس هذه الزعامة وما يلتف حول برنامج سياسي ما يلتف حول فكر لا يلتف حول زعامة تذكرتها في تغريد أساطة يتمحور حول هذا الأمر بصرف النظر عن تناقضاته هذه مصيبة هذه مصيبة في الثقافة الأمة العربية الأمة الإسلامية ثقافة تأليه الزعيم وتمجيده ووضعه في خانة عالية وكبيرة حتى ما تكتب تنتقده هذي بسبب طبيعتهم كشباب ومن دفعين ومن دفعين ومن دحمسين يندفعون وراء الزعيم اللي يقول يسوونه فجروهم إلى أمور مخالفة للقانون ووضعوه في فخ بدون ما يفكرون تدعيات هذا الأمر كأنه قاعد تصور الشباب اللي بدأ في هذا الحراك السياسي كأنه قاعد تشبه منهم يعني مجردين عن قراراتهم الداخلية ليش هو كل الشباب وبالتالي هما ينقادون وين تودونهم الزعامة تودينهم يمين يروحون يمين وعزيز أنا أتكلم عن بعض الشباب بعض الشباب اللي غرر بهم ايه نعم بعض الشباب ليش نفرض فرضية أن الشباب مسلوبين الإرادة والعقل وبالتالي هما ينقادون لأن هذا اللي صار فعلا هذا الحين هذا كمان انت ترى اللي صار هذا اللي أنا شوفه طبعا أنا أتكلم رأيي شخصي هذا اللي أنا شوفه يعني بعض الشباب الآن اللي قاعد يواجه السجون ولا عليهم دعاوي وعليهم قضايا ليش بسبب توجهات اللي ياتهم بعض الشباب اللي أذكياء ويعرفون متى تكلمون ومتى تصرفون ومتى يبتعدون هذه اللي أيضا ما نقلل من شأنهم بس أنا أتكلم عن الشباب وهم قلة ترى على فكرة هذين اللي أنا قاعد يدفعون الثمن الغالي من مستقبلهم من عمرهم على طار الشباب وأنهم مغرر فيهم واستغلوهم من قبل المعرض موضوع بس بشكل سريع جدا موضوع ما بات يعرف بقلادة المرحومة محمد المنيس الشباب تفاعلوا معها بشكل إيجابي وكانوا يعتقدون أن هذه وسيلة لتكريم بعض الشباب على مواقفهم السياسية لكن الدكتور أحمد المنيس وضع فيتو وطلع على الكرت الأحمر وقال ستوب هذا الموضوع غير قابل للتكسب السياسي رح ليش هذا الموقف الحدي منك كان لا ما هو موقف ما كنت أول إقلادة يدي والد عم والدي الله يرحمه العم محمد المنيس هذه كانت في ظروف تاريخية مختلفة تماما عن الواقع الحالي وفي نفس الوقت إحنا لا ننسى أن بعض من هم متورطين الآن واللي حصلوا أو اللي كانوا لهم رأي بتكريمهم بهذه الإقلادة ما كان لي موقف سياسي كان عليهم مخالفات قانونية بعيدة عن الموقف السياسي وبالتالي كان عندنا رأي يعني مو كل من يكرم بسبب الموقف المشابه حق يد العود محمد المنيس كان عندكم رأي تقصد العائلة الكريمة كالعائلة طبعا ما أتكلم عني هذه واحدة الأمر الثاني موضوع الإقلادة تفاجئنا فيها كأسرك المنيس تفاجئنا ما حد استشارنا ما حد قال لنا ما حد حتى قال لنا تعالي بو إحنا بيسوي هذا الأمر نبي رأيكم فيها بدون بأنه بيحمل اسم العائلة طبعا كان عذرهم أن شهيد محمد المنيس هو شخصية عامة يملك الشعب الكويتي ولا تملكها الأسرة هذا صحيح لكن الواقع المجتمع الكويتي ما يقول شدي طبيعة المجتمع الكويتي ما يقول هذا الأمر خصوصا إذا كان الأمر محتاج أنك أنت تستخدم هذا الإقلاد باسم المرحوم لتكريم شخصيات أخرى فالرأي مهم في هذا الأمر فلا ستشاورنا فيها طيب بشكل سريع فيما يخص موضوع الأخوان أو الحركة الدستورية الحين أنت أياً كانت بتسميهم أنا الوقت تقريباً شارف عندي على الانتهاء لكن الأخوان هذا تصريح سابق لك الأخوان لديهم طموح وتطلعات للوصول إلى السلطة وظهر هذا جلياً عند محاولة الانقلاب على الدستور ومحاولة طلبنة الكويت وتحويلها إلى نظام سياسي إخواني يخدم مصالحهم الحزبية هذا كان في أغسطس 2013 تغيرت قناعاتك في مايو 2015 بالنظر للخوان أو لا نفس الشيء؟ لا ما تغيرت بالعكس زادت أكثر من أول خصوصاً أنه عندهم طموح للوصول إلى السلطة في الكويت يعني هو فيه تخوف ما أتكلم عن الحدث والحركة الدستورية أتكلم عن رموز أصولية محسوبة على الجماعات المتطرفة خصوصاً بالتحديد داعش داعش عندهم تصريح مؤخراً يقولون فيها أن الكويت هي جزء من دولة العراق والشام الإسلامية ما عليهم الأخوان؟ نحن نأتيك الآن الأخوان المسلمين حتى حدث حالة حل أي تيار سياسي حتى التيار الوطني مخترق مخترق وهذا شي طبيعي يعني فيه ناس عندهم فكر داخل الإخوان متطرف فيه ناس يمينون أكثر إلى تحويل الكويت إلى دولة أصولية غير مؤمنة بالمجتمع المدني أو قيم المجتمع المدني ما حلقة داعش في الموضوع؟ ليش حطيت داعش وحطيت الإخوان وذكرت موضوع الاختراق؟ أول شي أريد أن تعرف شغلة بأن الإخوان المسلمين هو تنظيم سياسي مو بس داخل الكويت هو معالمي وأصبح الآن من دون الكويت ماكو تنظيم عالمي أو يجب تنظيم عالمي لا يعني محسوب اليوم نحن تكلم أنت تقول محسوب مو محسوب حركة دستورية الكويتية مو محسوبة على أحد لكن الحركة دستورية الكويتية عندها قناعات وعندها أفكار تتقاطع يعني أفكار إيه على أي حال الموضوع أقول لك أقول لك بأن في تخوف حقيقي بأن عناصر متطرفة تنتظر أو تتحين الوقت المناسب لتنقض على السلطة طبعا يعني عبر عدة آليات قد تكون حتى آليات مشروعة يعني وإحنا شفنا الآن في مجلس المطلع الأول عبر مجلس الأمة لما وصلوا بعض منهم أراد أن نقلب على الدستور عبر تعديل المادة الثانية والمادة 79 فهذا التخوف مشروع وموجود هذا التخوف في ظل الأجوال الإقليمية الحالية والتطورات التي قاعدت تصير في ظل أيضا وضع بعض التنظيمات الدينية من ضمن لائحة أو قائمة الإرهاب ليس بس على مستوى العالم وإنت طالبت بوضع جماعة الإخوان أن يحذو حذو المملكة العربية السعودية وأن يضعوا جماعة الإخوان المسلمية على لائحة الإرهاب ما يعني ما فهم سؤالك أنت ذكرت في مارس 2014 تعليقك على اعتبار الإخوان جماعة الإرهابية في السعودية وطالب كل دول مجلس التعاون بضرورة السير في الاتجاه السعودي في هذا الجانب أن يضعون الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب وأن تراجع تغيرت غراءاتك اليوم لا 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 يعني هو يشوف يعني الإخوان المسلمين كتنظيم عالمي وإذا لا فرع يهني وإنت مثل ما تفضلت إذا الحركة الدستورية أنت تعدى مو محسوبة عليهم لا هم يعدون نفسهم أنا قاعد أمقل ما هم يذكرون طيب خوش إذا هم يعدون نفسهم وعندهم هذا القناع أنه مو محسوبين عليهم فلا توضع من ضمن القائمة لكن إذا فيه تنظيم سياسي وإنت تدري أنه فيه تنظيمات دينية داخل الكويت متطرفة في الطرح مو شرط يكون الحدث ولا الحركة الدستورية لكن عندهم حدية في الطرح عندهم تطرف أصولي عندهم فكر أصولي عندهم تطرف بالفكر هو لا أنا أيدهم أن يكون لهم موقف مشابه حق دول الخليج وأنه يضع من ضمن قائمة الهراب سؤال الأخير كيف نتوقع من شخص حصل على جنسيته بالكذب والتزوير والتدليس بأن يكون حافزاً للإصلاح والتطوير إذا كان مبدأه المريض الغاية تبرر الوسيلة يمن يدافع من حصل على الجنسية بالكذب والتزوير فهي بلا شك بيئة محفزة للفساد وعدو الإصلاح والقيم النبيلة في المجتمع البعض استشف من كلام الدكتور أحمد المنيس أنك تؤيد قضية سحب الجناسي الأخير في الكويت السحب الجناسي حسب القانون إي نعم إذا كان في هو كل سحب الجناسي اللي صار حسب الدعاء حسب الدعاء وزاعة الداخلية أنه وفق قانون طبعا أيد القانون إذا كان القانون أن يقول أن هذا الشخص حصل على جنسية الكويتية بالتدليس بالتزوير بمستندات غير صحيحة وصار فيه افتئات على الحق إيه بكساعة من حق الدولة أنها تمارس سلطاتها السيادية وتسحملنا الجنسية البعض يقول أن تم أقحام الخلافات السياسية في قضية سحب الجنسية يعني نمبر الديمغراطي تطلع بيان استنكر في أقحام سحب الجنسية في الخلافات السياسية تعتقد أنه كان هناك بعد سياسي في المسألة؟ إذا قدمه الوزارة أو الجهة المسؤولة عن سحب الجناسي أدل المستندات تثبت أنه فيه تزوير فشنو علاقة العامل السياسي في الأمر أنت ما تعتقد أنه هناك بعد سياسي في المسألة؟ في الصلة الحالة هو بشكل عام الحالات التي أنا سمعت عنها ما هذا إذا في حالات أخرى؟ لا إذا فيه تزوير الحالات يعني سمعنا عن سحب جنسية السيد الفاضل ساعد العجمي وآخرين هذه تعتبرها كلها قانونية مثلا إذا فيه حالة ازدواجية الجنسية طبعا هنا أنا أقول لازم يطبق القانون بمعيار ومصطرة واحدة يعني ما يصير بعد فيه انتقائية إذا فيه ازدواجية الجنسية تقول لي فيه عامل سياسي في هذا الأمر أقول المنبر يقول لك عامل سياسي وآخرين هو حر خلي يقول لي لي لكن في نهاية الأمر أنا ما عندي الحقاق لأنني أنا من مسؤول لكن لا نخلط الأوراق لا نخلط الأوراق إذا فيه مبرر قوي لسحب الجنسية وفقا للقانون ومنها التزوير والتدلس والزوجة الجنسية نعم أنا أيدا وأيدا بمصطرة واحدة أنا وصلت إياك إلى ختام هذه الحلقة كلمة أخيرة بس أنا ودي أقول شغلة على موضوع يعني من ضمن أحد السلبيات مجلس الأمم أحد السلبيات اللي أنا أشوفها بشكل واضح تصريح بعض نواب المجلس الغير مسؤول حقيقة اللي فيه إساءة بالعلاقات مع الدول الأخرى اللي فيها أحيانا تستخدام ألفاظ غير راقية إطلاقا يعني تعكس مع الأسف الشديد في نهاية الأمر يعني منظر المجلس أمام الرأي العام فأتمنى إنه يكون فيه فعلا مسؤولية من نواب المجلس من هذه التصريحات نحن نتمنى ذلك أيضا كل شكر لك الدكتور عضوها يستدريس الدكتور أحمد النيس على حضورك للبرنامج وعلى ساعة صدرك أنا حاضر وبالعكس هذا الشيء شرفني وأنا سعيدكم موجود معكم نحن أسعد دكتور على أمن أن نلتقي معك إن شاء الله في برامج أخرى وفي لقاءات قادمة إن شاء الله شكر موصول لكم مشاهدين الكرام وعدي معكم يوم السبت القادم الساعة عشر في أمان الله